هذه الحكومة هي جزء لا يتجزأ من الشعب وإحنا دايماً بنبقى حرسين على التواجد في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل قراءهم ومشاكلهم ونشوف إيه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونوجابه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهاردة في الأزمة العالمية الكبرى اللي احنا موجودين فيها واللي بنعاني منها واللي اعتقد ان كتب التاريخ كلها هتذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية احنا بنمر بأنه أكتر من سنتين بظروف استثنائية يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءاً من جائحة كورونا وبعدها طبعاً بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة للطراب سلالس الإمداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21 وبعد كده يعني طبعاً الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي لها التدعيات الكبيرة جداً 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 للعالم النهاردة بيعاني منها وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها أكتر يمكن دي أعلى وأكبر وأضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ أكتر من خمسين سنة فبالتالي الحقيقة أنا كنت حريص كعهدنا دايماً منذ بدء هذه الأزمات أننا نكون في فرصة النهاردة أن نحن نوضح لحضراتكم مجموعة كبيرة من الحقائق علشان يبقى كل المواطنين عارفين الدولة المصرية بتتحرك إزاي لدعم وحماية المواطنين وأيضاً إيه رؤيتنا للتعامل مع هذه الأزمة الغير مسبوقة خلينا نتكلم الأول ونبدأ بموضوع الساعة وهو الموضوع الخاص بزيادة أسعار المنتجات البترولية وعلى الأخص موضوع السولار زي ما يمكن قلنا لحضراتكم دائماً مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي إحنا عندنا جزء بننتجه ونصدره ولكن أيضاً بنستورد الجزء الأكبر من احتياجاتنا بإجمالي حوالي 100 مليون برميل سنوياً فده طبعاً رقم كبير جداً ولنا أن نتخيل أن الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021، 2022، اللي هو انتهى في 30 ستة الماضي كانت الموازنة محطوطة على أساس أن سعر برميل من البترول 60 دولار دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلاً كان موجود على مدار الفترة السابقة في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود واللي إحنا كلنا طبعاً كنا شايفين أنه هو ده اللي حيبقى مرشح للإستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30 ستة الماضي وبالتالي أنا عايز أوضح هنا نقطة مهمة جداً أن إحنا منذ بدأنا موضوع الإصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق ألية التسعير التلقائي كنا نجحنا فعلاً بنهاية 2020 وبداية 2021 أن إحنا تقريباً ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط أنبوبة البتجاس اللي هي دائماً طبعاً فيه دعم كبير من الدولة ليها وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جداً لكن كنا وصلنا بنهاية 2020 أن إحنا أصبح تقريباً ما عندناش دعم للمنتجات البترولية وكنا بنصعر كل أنواع البنزين مع السولار بحيث المجموعة مع بعضها بتغطي نفسها يعني إيه الكلام ده؟ يعني كنا برضو ما زلنا بنصعر السولار الرقم اللي هو كان موجود قبل زيادة مبارح اللي هي 6 جنيه 75 كان ما زال أقل من قيمته ولكن كان لما نجمع كله مع بعض كله بيغطي نفسه وبالتالي الدولة ما كانتش بتتحمل أي دعم لكن ده كان في الظروف اللي إحنا زي ما كنا بنقول أن سعر البرميل كان 60 دولار طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل النهاردة طبعاً ارتفعت الأسعار نتيجة للحرب بصورة كبيرة جداً ووصل سعر البرميل زي ما حضراتكم شفته إلى 120 دولار فيه خلال الفترة السابقة يعني معنى كده أن الكلفة زادت على الدولة المصرية إلى الضعف طب هل إحنا زودنا زي كل دول العالم أو أغلب دول العالم سعر المنتجات البترولية على المواطن بالضعف زي ما حصل في عدد كبير من الدول؟ بالتأكيد لا إحنا كنا حرسين كل الحرص على مدار العام المالي الماضي أن بالذات السولار لا يمس وأنا عايز بس أدي رقم مواضح جداً لكل الشعب المصري المتوسط سعر السولار تكلفة سعر السولار أو لتر السولار على الدولة المصرية خلال الثلاث شهور الأخيرة لأن إحنا لما بنحدد السعر بناخده كمتوسط ما باخدش سعر النهاردة باخد متوسط الثلاث شهور الأخيرة عشان نعرف هو بيكلفنا قدي وصلت تكلفة سعر اللتر على الدولة المصرية 11 جنيه للتر ببيعه بستة خمسة وسبعين يعني كده الدولة بتتحمل أربعة جنيه وربح طب إحنا عشان ندي أرقام واضحة لكل الموطنين استهلاك مصر قدي إيه من السولار إحنا بنستهلك يومياً اتنين واربعين مليون لتر يعني في الشهر مليار وربع لتر وفي السنة خمستاشر مليار لتر سولار ببساطة شديدة لو أنا خدت الرقم بتاع اليومي اتنين واربعين مليون لتر وقلت إن أنا الدولة في آخر تلات تشهر تحملت أربعة جنيه وربع حنجد إن إحنا كده كنا يومياً بنتحمل كدولة دعم نتيجة للفرق ده 178 مليون جنيه طب تكلفة الكلام ده على السنة كلها لو أنا بقول 15 مليار لتر بنتكلم في 63 مليار جنيه لو كنا استمرين بالسعر القديم الدولة المصرية حتتحمل على مدار السنة 63 مليار جنيه دعم فقط لموضوع السولار طيب اللي إحنا زودناه مبارح أو حصلة الزيادة اللي هي النص جنيه دي بتعمل إيه كل العملية إنها بتقلل الدعم بتاع الدولة المصرية اللي هي الدولة النهاردة بتدفعه من 178 مليون جنيه يومياً إلى 157 مليون جنيه يومياً يعني معنا كده الدولة ما زالت متحملة جزء لو الرقم وفترط إن سعر البترول حيستمر بنفس الأرقام المتوسطات بتاعة الثلاثة شهر الجاية يبقى معنا كده إن السنة المالية الحالية الدولة المصرية كده مرشح إنها بالسعر حتى الجديد إنها تستمر إنها تدفع دعم 55 مليار جنيه بنزله من 63 ل 55 ده فرق النص جنيه اللي إحنا زودناه طيب إحنا النهاردة إحنا مخططين الكلام عاملين إيه كدولة إحنا الموازنة الجديدة عشان ما يتقلش إن الدولة لما زودت السولار نص جنيه هي بتقلل الدعم فعلياً لأ إحنا مزودين النهاردة الدعم بتاع المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة دي إحنا السنة اللي فاتت كان دعم إجمالي دعم المحروقات اللي موجود في الموازنة بتاعتنا كان 18 مليار السنة دي ما يقرب من 30 مليار جنيه محططين لدعم المحروقات والبوتجاز ده على أساس إن إحنا مقيمين سعر برميل البترول ب 85 دولار فالمواطني حيجوا يقولولي طب النهاردة سعره أكتر من 85 فبالتالي طب إنتوا هتعملوا إيه إحنا حطين احتياطات عامة تبقى لتوجيه فخامة الرئيس اللي هي النهاردة بنتكلم في 130 مليار جنيه محطوطة كعلى جنبك احتياطي عام الدولة تقدر تتدخل بيه في خلال على مدار العام المالي القادم بحيث لو لقينا إن في بعض البنود الأساسية السلع الأساسية المهمة النهاردة في أرقام تجاوزة الدعم المقرر أو الأرقام المحطوطة في الموازنة نقدر نتدخل من خلال الاحتياطي العام ده ونضخ زي ما عملنا السنة اللي فاتت وتحملنا زيادات سعر السولار على مدار الـ 3-4 أو 6 شهور الأخرانيين من العام المالي الماضي وتحملناهم ومحاولناش إن إحنا نزود سعر السولار نتيجة لإدراكنا إن سعر السولار ده بيسمى في حاجات كتيرة منها طبعا النقل الجماعي النقل البضايع تشغيل الآلات الزراعية فكنا حرسين كل الحرص السنة اللي فاتت إن إحنا منزودش سعر السولار على أمل إن الظروف الخاصة بهذه الحرب تكون ظروف استثنائية وتنتهي في فترة قريبة ونقدر بعد كده نعود إلى مكانة الأسعار لكن طبعا مع المستجدات اللي موجودة وأصبحت كل التقديرات إن هذه الأزمة العالمية حتى طول أمدها وتأثرها على مدار يمكن سنة أو أكتر من النهاردة كان لازم نتعامل مع الوضع ده كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وتخطيط ميزانيتنا علشان بقدر الإمكان نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة اللي حتبقى وقع على الدولة عشان كده يمكن كانت الزيادة اللي حصلت مبارح كعهدنا مع كل المواطنين إن إحنا بنتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر جزء بسيط من الزيادة دي على المواطن يبقى إحنا كان ببساطة شديدة المفروض زي أغلب دول العالم النهاردة كان يبقى سعر السولار يروح لـ 11 جنيه اللي هي التكلفة اللي عندنا لكن فعليا إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنزود فقط جزء يسير عشان إدراكا مننا إن إحنا عايزين نخفف بقدر الإمكان الإعباء عن المواطنين في كل هذه الزيادات فبالتالي كان هذا القرار اللي إحنا بناخده علشان مجرد إن إحنا ما زلنا بنتحمل الجزء الأكبر كدولة ولكن المواطن يشيل معانا جزء بسيط من هذا الموضوع أنا عايز أقول إن بالرغم من الزيادة اللي حصلت مبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص عشرين دولة على مستوى العالم ومبارح أنا يمكن يعني تبعت بنفسي النقاش اللي حصل إن يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع لكن هناك حقيقة لا جدل فيها مصر من أرخص دول العالم من أرخص عشر دول في تسعير السولار أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إذا بصين على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية إحنا عندنا العكس في مصر لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروبسات وبيشغل وسائل النقل العام بيشغل المواتير بتاعت الميا والجرارات الزراعية فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري لكن تظل الحقيقة إن مصر حتى مع الزيادات اللي حصلت من أرخص دول العالم وأنا بقولها هو وبالمقارنة بدول بقى أخرى مستوى دخل الفرد فيها ودي بنكلم على عشرات الدول مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد المصري ولكن السعر المنتجات هناك أعلى بكثير من السعر اللي موجود في مصر الحقيقة يمكن منذ الأمس من بدء تطبيق والإعلان على هذا القرار كنت يعني حريص على المستوى الشخصي بالتواصل مع كل المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية علشان نقدر إن إحنا نشوف على الأرض ونمهد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السيرفيس وموضوع النقل الجماعي عشان نطمئن إن نستغل فرصة الأيام اللي فيها الأجازات دي إن إحنا يحصل توافق على التعريفة الجديدة ويبدأ تطبيقها في الوقت اللي الأمور هادئة في الشارع بحيث إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم يبقى كل المواطنين عارفين الأسعار وبينزلوا وهم عارفين ومؤهلين الأسعار والزيادات الجديدة ويمكن الحمد لله نفسه مخلصين اجتماع يعني بالرغم من التواصل مع السادة المحافظين أمس النهاردة كان فيه اجتماع منذ الصباح الباكر اجتماع مجلس محافظين مع كل المحافظين بتابع معهم مرة أخرى على الأرض التطبيق وإن اللي بيحصل على الأرض بالتنسيق مع طبعا السادة مديري مدريات الأمن ووزارة الداخلية عشان نتطمن لاستقرار الأوضاع وإن احنا نضمن إن يكونش هناك أي نوع من الاستغلال الخاطئ ولا السيئ ولا المبالغ فيه في عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعي ويمكن اللي حصل التوافق مع كل السادة المحافظين بناء على تطبيق الزيادة اللي حصلت إن أقصى زيادة حتكون موجودة في التعريفة اللي حتبقى موجودة للسيرفيز هي 7% الأرقام حتبقى ما بين خمسة إلى سبعة يعني معنى كده إن الحد الأقصى حيكون 7% سواء في النقل الداخلي أو النقل اللي حيبقى ما بين المحافظات وإحنا على مدار إن شاء الله الأيام القادمة حنكون بنتابع على الأرض مع كل المحافظين ولدينا العديد من الوسائل وده اللي أنا بناشد فيه المواطنين لو أنت وجدتوا إن هناك أي نوع من المغالاة أو استغلال خاطئ لهذا الموضوع وإن هناك أحد السائقين أو أحد اللي بيعملوا في الموضوع النقل الجماعي بيحاول إن هو يبالغ في التعريفة عندنا طبعا منظومة الشكاوي اللي تبع لمجلس الوزراء وأيضا منظومة شكاوي في وزارة التمامة محلية وأيضا على مستوى المحافظين هناك خط ساخن ومكاتب المحافظين حتكون مفتوحة على مدار 24 ساعة عشان تتلقى أي شكاوى من السادة المواطنين ده الجزء الخاص بما يخص موضوع الحياة المنتجات البترولية ولكن يعني زي ما قلت لحضراتكم أنا وجدت إنها فرصة مهمة جدا النهاردة إن إحنا نعرض للمواطن المصري الدولة المصرية في ظل هذه الظروف شديدة القصوة اللي العالم كله بيمر بيها واللي إحنا لازم لنا كدولة في هذه الأزمات العالمية الدولة المصرية بتعمل إيه في الفترة دي عشان بقدر الإمكان تحمي الفئات الغير قادرة ومحدود الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات اللي وجه بيها فخامة الرئيس واللي بيتبحى بنفسه معانا يوميا عشان نطمن إن إحنا بقدر الإمكان نكتاز هذه الفترة الغير مسبوقة في تاريخ البشرية مرة أخرى ونخرج منها إن شاء الله بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية أنا حدي لحضراتكم بس بعض الأرقام المهمة جدا 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 عشان نعرف الدولة المصرية شايلة إيه وبتتحمل إيه في خلال هذه الفترة بالنسبة لأنبوبة المتجاز ولازم نبقى عارفين إن قبل الزيادات اللي حصلت في الأسعار العالمية لإن طبعا سعر أنبوبة المتجاز مرتبط أيضا بأسعار الوقود إحنا كان سعر الأنبوبة خمسة وستين جنيه في الوقت اللي كانت بتكلف الدولة مية وخمسين جنيه طب الزيادات اللي حصلت لأسعار الوقود بقت النهاردة تكلفة الأنبوبة كام على الدولة بقت ميتين جنيه إحنا كل اللي زودنا على الأنبوبة هي عشرة جنيه فقط فبقيت النهاردة الأنبوبة بخمسة وسبعين جنيه مقابل إن تكلفتها على الدولة ميتين جنيه هنا دي نقطة مهمة جدا عشان نبقى عارفين إحنا كدولة النهاردة متحملين برضو مرة أخرى عن المواطن معنى كده إن دعم البتجاز حيزيد في خلال هذا العام وده اللي أنا زي ما قلت لحضراتكم إحنا كنا السنة اللي فاتت حطين دعم للمنتجات البترولية 18 السنة دي حطين 30 عشان يبقى برضو جزء من هذا الزيادة اللي بتحصل يغطي جزء من كلفة أنبوبة المتجاز مع زيادة السولار اللي اللي هتحصل في خلال هذه الفترة بالنسبة للموضوع دعم الخبز الحياة الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الموضوع وإحنا كنا حرسين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر الأمح على مستوى العالم عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك مصر بتستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف طب إحنا طبعا كلنا عارفين إن سعر الرغيف المدعم قبل زيادة الأمح إحنا كنا بنشتري الأمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار لكن خلينا ناخد المتوسط إحنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة ب60 إرش وكانت الدولة بيتبيعه بالخمس قروش النهاردة طب تكلفة الرغيف قد إيه وصلت النهاردة مع زيادات الأمح 80 إرش لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح أنا بس حزبة بسيطة لو بنتكلم في 100 مليار رغيف في السنة وبنتكلم في 20 إرش فرق زاد تكلفة من 60 إرش لـ 80 إرش العشرين إرش دول يعملوا 20 مليار جنيه إضافية على الدعم اللي موجود بالفعل للخبز والدولة النهاردة برضو متحملية في هذه المرحلة الدقيقة جدا والاستثنائية لأن ده طبعا الخبز ده شيء مهم جدا وحرسين كل الحرص إن احنا يبقى بنحقق الاستقرار في هذا الموضوع لكن بس أنا حابب أحط هذه الأرقام قدامنا عشان كلنا نبقى حاسين الدولة المصرية بتتحرك وبتشيل عن المواطن قد إيه نظرا لظروف اللي احنا عارفينها كلها وعارفين البعد الاجتماعي اللي موجود للدولة المصرية احنا خدنا قرار ويمكن حضراتكم عارفينه كويس جدا بعدم تحريك أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء كان متوقع إنها تبدأ تزيد اعتباره من 1-7 ولكن خدنا قرار بتأجيل التطبيق ده لمدة 6 أشهر ونبدأ نشوف بعديها الموقف حيبقى عامل إزاي التكلفة بتاعة هذا التأجيل على الدولة حوالي 10 مليار جنيه وبرضو الدولة المصرية تتحملهم من خلال الاحتياطيات اللي موجودة لديها علشان بقدر الإمكان مرة أخرى نخفف الأعباء عن المواطن المصري الحقيقة بالإضافة لكل الكلام ده إحنا كنا حرسين لما حصلت الأزمة إن إحنا ناخد بعض الخطوات وكانت توجيهات فخامة الرئيس للحكومة إن إحنا ناخد خطوات إضافية لموضوع الحمال الاجتماعي حضركم عارفين بكرنا موضوع زيادة المرتبات والمعاشات بدل ما كانت حتبدأ تطبيقها من 1-7 بدأناها من 1-4 الكلام ده كلف الدولة قد إيه في الثلاثة شهر دول لزيادة المرتبات والمعاشات ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية زودناهم وحطناهم في موازنة العام الماضي اللي فات واستوعبناهم علشان برضو نساعد المواطنين في مواجهة التضخم اللي العالمي اللي العالم كله ابتدى كان يعاني منه وياجه السنة دي مخصص ضمن موازنة الدولة 191 مليار جنيه للمعاشات اللي بيستفيد منها النهاردة أكتر من 10 مليون مستفيد من مواطنين المصريين النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لأن احنا نزود 450 ألف أسر جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 من 10 مليون أسر بقيمة إجمالية قد إيه النهاردة ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه أنا عايز بس أحط 22 مليار جنيه السنة دي وصاد نفس الرقم اللي كان خاص لهذا البرنامج في موازنة 15-16 كان 11 مليار يعني احنا فقط في الكم سنة دول ضعفنا المخصصات الخاصة بتكافل وكرامة للضعف من خلال أن احنا بنتوسع في إدخال أكبر عدد من الأسر عشان تستفيد من هذا البرنامج الكبير السنة دي مخصصين دعم للإسكان الاجتماعي لوحده يقترب من 8 مليار جنيه بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة ده بالإضافة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل احنا كنا كل اللي كان عندنا من فترة من سنة كانت محافظة بورسعيد النهاردة بقينا بنطبق في 6 محافظات وكان توجيه فخامة الرئيس أن احنا نأثر مدة التطبيق بدل ما كانت حتبقى 15 سنة تبقى 10 سنوات على مستوى الجمهورية عشان كل المواطنين يستفيدوا من التأمين الصحي الشامل الحقيقة من المقرر ان شاء الله خلال هذا العام أيضا أن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بحيث أن المواطن اللي دخله مرتبوا 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو لم يدفعش فاحنا ان شاء الله مع الإجراءات التشريعية اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الإعفاء الضريبي بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن وبالتالي ده كله بيتيح مرة أخرى آلية للتسيير على المواطنين الحقيقة في مجال توفير السلعة الأساسية ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حاركم شايفينها والارتفاع الغير مسبوك في أسعار كل السلعة الدولة المصرية بتبزل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلعة الأساسية في حدود متوسط ستة أشهر وده اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلعة سواء الأمح زيت الطعام كل السلعة الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط ستة أشهر مخزون استراتيجي وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا أسف الأزمات اللي ممكن تحصل على الأقل بنبقى ضمنين أن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايماً على أن هذا المخزون اللي هو ستة أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة ونتيجة لهذا الكلام أنا عايز أقول لحضراتكم أن حتى الدعم التمويني السنة دي زايد لتسعين مليار جنيه بدلاً من سبعة وتمانين مليار اللي كان موجود السنة الماضية فيما يخص موضوع منظومة الأمح وجمع وتسليم وتوريد الأمح المحلي ويمكن ده كان حصل نقاش كبير جداً ما بين الفلاحين المصريين لأن احنا الأول مرة بنطبق منظومة جديدة أن احنا كان دائماً وأنا بقولها أن احنا بيبقى تسليم وتوريد الأمح كان بيبقى اختياري للفلاحين ولكن السنة دي احنا حطينا منظومة جديدة علشان ندعم الفلاحين المصريين وعملنا الحقيقة منظومة رفعنا بيها سعر طن الإرداب من 710 كانت السنة اللي فاتت إلى 810 ومعاها كمان زودنا حوالي 65 إلى 70 جنيه حافز إضافي بحيث وصل متوسط الإرداب لـ 880 جنيه إحنا كنا مستهدفين إن إحنا نجمع من الأمح المحلي كدولة عشان نستخدمه في الخبز المدعم ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن إحنا نجحنا إن إحنا نصل إلى أكتر من 4 مليون طن بشوية يعني حققنا حوالي 80% من اللي كنا مستهدفينه كدولة ولكن خلينا أقولها بمنتال أمانة التجربة اللي عملناها علمتنا العديد من النقاط المهمة جدا والنهاردة إحنا كحكومة النهاردة بنناقش مع بعض إن إحنا نشوف النهاردة بإذن الله قبل بدء موسم زراعة الموسم القادم اللي حيبدأ في شهر أكتوبر القادم يكون لدينا منظومة أكثر تحفيذا للفلاحين الصغيرين بالذات علشان يوردوا الأمح لأن هي مشكلتنا إن الغالبية العظمة من فلاحينا وأهلينا اللي بيبقوا عندهم حيازة بمجموعة قراريت فأغلبهم بيفضل إن هو يحتفظ بمنتج الأمح سواء للاستخدام الشخصي أو حتى يبيعوا للقطاع الخاص وده لا بأس فيه لأن في الآخر حتى لما بيتباع للقطاع الخاص هو بيدخل جوه السوق المصري وبيخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية ولكن إن شاء الله قبل ما يكون موسم زراعة الأمح القادم إن شاء الله هيبقى يبدأ الدولة المصرية هتكون بتعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بإن شاء الله بقاليات أفضل علشان نشجع هذا الموضوع مستمرين في منظومة دعم الأسمدة نحن النهاردة سعر السماد الموجود ما بين أربع تلاف وخمسمية لخمس تلاف بينما السعر العالمي ما بين 11 إلى 12 ألف جنيه ولكن الدولة المصرية حريصة عشان دعم الفلاح باستمرار منظومة دعم الأسمدة وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها الحقيقة كان فيه توجيه من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله حنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة عشان نوسع بأكبر عدد ممكن قاعدة المستفدين من برامج الحماية الاجتماعية للدولة المصرية النهاردة بتخطبهم بيها أخزا في الاعتبار وإدراكا مننا بالظروف الاستثنائية الغير مسبوقة اللي العالم بيمر بيها مخصصات الصحة والتعليم هذا العام الحمد لله بالرغم من كل هذه التحديات زادت بصورة كبيرة جدا أنا حدي بس مجرد رقمين مخصصات الصحة هذا العام 310 مليار بزيادة 34 مليار عن السنة اللي فاتت التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه بزيادة حوالي 61 مليار عن العام الماضي توجيهات فخامة الرئيس كانت لنا بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهات سيادته بتعيين 150 ألف معلم على مدار الخمس سنين القادمين وحنبدأ وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألف منهم إن شاء الله بحيث يدخلوا العام الدراسي القادم بإذن الله ونكون معانا 30 ألف دول إحنا أخذنا خطوات كثيرة في اليومين اللي فاتوا لزيادة مرتبات المعلمين والمعيدين وصغار الصغيرين في الجامعات والمستشفيات وحنبقى حرصين كل الحرص إن إحنا نستمر في هذه الألية في خلال الفترة القادمة أنا حابب الحقيقة إن أنا أختم كلامي لكل المواطنين المصريين لإن في ظل هذه الأزمة كبيرة جدا بتيجي دعاوة كثيرة إن يعني الدولة لازم تتوقف عن المشروعات وعن الإنفاق على التنمية ويمكن الموضوع ده يعني لازم إن إحنا كلنا نفهم أبعاد هذا الموضوع إحنا كلنا حرص إن إحنا نزود دخل المواطن المصري ودخل المواطن في أي دولة في العالم ما بيزيتش إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة كلها الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة في العالم بيزيد من خلال لإما يكون هذه الدولة ربنا حبيها بموارد طبيعية ضخمة كموارد بترولية بعض المعادن النفيسة ده اللي بتؤمن لهذه الدولة إن يكون عندها دائما موارد كبيرة تزود من حجم إنتاجها وده يعني حتى زي اللحظة مصر ما عندهاش هذه الموارد الكافية اللي نقدر الطبيعية اللي إحنا نعتمد عليها ولكن البديل الآخر اللي لاجئت إليه دول كثيرة جدا هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة اللي هذه الدول بتكون في أمس الحاجة ليها عشان تحقق طفرة كبيرة في مستوى جودة الحياة للمواطن وتحقق الخدمات والتنمية الكبيرة والبنية الأساسية الكبيرة وده المنهج اللي المصر بتتبعه واللي الحمد لله على مدار الأربع خمس سنوات الماضية خلى إن ناتج المحلي الإجمالي المصر بيتضاعف بأرقام غير مسبوقة في خلال الفترة اللي فاتت أخذن في الاعتبار الزيادة السكانية اللي موجودة ولكن مع ذلك ومع الزيادة السكانية الحمد لله المستوى داخل المواطن المصري ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي بيزداد وده اللي بيؤكد إن عشان الاقتصاد بتاعنا ينمو ونحقق الطفرات اللي احنا كلنا نتمنها لدولتنا لازم تستمر مشروعات التنمية الكبيرة ويمكن أهم مشروع النهاردة الدولة المصرية وبنؤكد على حرصنا على الاستمرار في تنفيذه لأنه بيحقق كل يعني زي ما بنقول المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة والمتكاملة هو مشروع حياة كريمة لأن هذا المشروع العملاق مشروع بيخدم ستين مليون واطن مصري في الريف المصري بيحقق لهم مستوى جودة جودة حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات ولكن في نفس الوقت بيخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي ما ننساش حاجة مهمة جدا احنا الدولة المصرية كانت في 2014 معدل البطالة كان 13% النهاردة احنا الحمد لله أقل من 7.5% بالرغم من كل التحديات اللي احنا فيها ده كله ما كانش ممكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة المصرية نفزتها وكفاية ان احنا كل يوم ملايين الأسر المصرية بيرجع عائلها وهو بجيبه المبلغ اللي يكفيه ان هو يعيش هذه الأسرة وده اللي احنا لازم نخبن منه هذه المشروعات بالرغم انها كانت بالإضافة الى انها كانت بتتيح مشروعات تنموية كبيرة وبتوسع الرقعة المعمورة لمصر ولكن الاهم هي خلقت ملايين من فرص العمل لشبابنا اللي لو لا وجود هذه المشروعات ما كانش هتبع عندهم هذه الفرصة الدولة المصرية اعلنت عن خطتها في الفترة اللي فاتت للإصلاحات الهيكلية وازاي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والحقيقة واعلننا عن حزمة كبيرة جدا من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد واللي احنا مصرين ان هذا القطاع ان شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمة ينمو بقفزات كبيرة جدا عشان صادراتنا تزيد بقفزات كبيرة لان لا بديل لمصر كبير هذا الموضوع عشان لو كنا فعلا بنستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة والفجوة الدولارية البديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة جوى مصر عشان نقدر نحقق هذا الموضوع الكلام ده احنا وضعين لي خطة واضحة جدا لينا كدولة مصرية بنتحرك على تنفيذه فخامة الرئيس بيتابعنا بصورة شبه يومية لتحقيق هذه المستهدفات اللي بالرغم من زي ما بقول حضراتكم الظروف الغير مسبوقة للعالم كله بيمر بيها احنا مصرين على تنفيذ هذه المستهدفات وان شاء الله يا ربنا يوفق مصر ولدينا كل العزم والرغبة في تنفيذ هذه الخطط بالكامل ان شاء الله في خلال الفترة القادمة وربنا يعني يحفظ مصر ويسلمها من كل سوق ومرة اخرى كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الاطحى المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته